موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه المكرمين أيها الأحباب جعن الحبيب الهادي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فالشقي من خرم فيه رحمة الله عز وجل يا ساتر أتاكم رمضان رمضان هو الشهر الذي فيه ألوان كثيرة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى في طليع ذلك الصيام والقيام الصيام هي العبادة الوحيدة التي يجزي الله بها مباشرة لأن الصوم عبادة صمدانية يعني أقول لك حاجة جميع أركان الإسلام ممكن تأتي بها كبشر للبشر كيف؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت تستطيع أن تأتي بها للبشر تشهد والله فلان ده أخلاقه جميلة جدا تشهد في المحكمة يعني ممكن تأتي بالركن ده في أعمالك الدنيوية الزكاة هو أستقطع جزء من المال ليس كده إذا حل الحول وبلغ النصاب أو إذا كان زرع وقت حصاده وفي المواشي لها عدد معين أنت ممكن تأتي بالزكاة كإنسان نحو الناس في معاملاتك كيف؟ لما جزور لك مريض مثلا بتأخذ لقلبة حلاوة بتستقطع جزء من المال يعني بتهدي فبتستقطع جزء من المال إذن ممكن تأتي بالركن الزكاة في معاملاتك في معاملاتك مع البشر طيب يعني ده الشهادة طبعاً الصوم ما تقدر الزكاة الحج كيف؟ الحج هو أن تقصد بيت الله الحرام والمشعر المقدسة لتأدي لتأدي مناسك عبادة معينة الحج معناه الذهاب إلى أنت تستطيع أن تحج في معاملاتك أنك تزور تزور الناس تصل الأرحام بالزيارة تصل الناس تصل لهم تزورهم تمشي لهم كأنك أتيت بالحج في المعاملات الصلاة ركنا الصلاة كيفين؟ يا أخي إحنا بنشوف في شرق آسيا دول بيركعوا للملكة أو الأمير ورأينا عندنا في دولة عربية ما في داع الذكر اسمها طبعاً بجنبنا في الشمال الأفريقي يسجدون للملك تم وضوع تاني لكن أنت في الصلاة بتأتي بحركات الصلاة في معاملاتك مع البشر لكن في الصيام بتقدر مثلاً أقول لك يا أخي أنا الليلة صايم عشانك ما حاكل وما حشرب ولن أتواصل مع الزوجة عشانك يا أخي أنا كده على ثبتك أنا حخليك النهار كله ده جاعت تراقبني أكلت شربت أمالت ده عذب عشان كده ما تقدر عشان كده الصيام لله وحده عشان كده ربنا قال إلا الصوم كل عمل آدم كل عمل بني آدم له إلا الصوم فأنا أبزي به فالصيام هذا خاص برب العالمين هو شهر بركة طيب يغشاكم الله فيه يغشا في اللغة العربية معناها يمر بلطف يغشاكم الله فيه ربنا دائماً بقدرته بيغشانه في كل وقت بيمر على الجميع الخلق والجميع الموجودات في كله برحمته لكن هنا في خاصية لشهر رمضان يغشاكم في شهر رمضان ده غشو غير غشو تاني براه مميز به شهر رمضان فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء هنا منحن رباني عجيب جداً الرحمة تنزل من فوق من السماء طيب وبعدين تتحط الخطايا الخطايا مني أنا في مستوى الأرض تنزل تحت ده منحنة ويستجيب فيه الدعاء الدعاء ده طالع من الوطن من الأرض اللي أنا عليها طالع مني أنا كداعي بدع ربنا طالع من الأرض إلى السماء فشوف المنحنة ده كيف منحنة رباني عجيب جداً ينزل للرحمة يحط الخطايا يستجيب فيه الدعاء الدعاء ده طالع هو يستجيب فيه منحنة رباني عجيب جداً جداً ينزل الله إلى تنفسكم فيه ربنا بينظر لنا في كل وقت لكن النظر هنا في رمضان مختلف تماماً نظرة الرحمة أنا وإنت ننظر ننظر بعيننا ننظر بالبصيرة ولكن إذا الله إذا نظر الله معناها شنو؟ معناها ساد نور الحقيقة على وجه الكون هي دي نظر نظر ربنا ينظر الله إلى تنفسكم فيه المنافسة يعني إنك تتعب تجتهد فإذا المنافسة الصيام منافسة منافسة في شنو؟ في الاتهاد في أن التعامل الناس بروح أحسن من غيرك تنافس فيه لا أنا أتعامل أحسن من فلان أنا أتعامل أحسن من فلان وأنا صايم ترتقي تنافسكم فيه تنافسكم يباهي به ملائكتكم المبهى من الله هي مفاخرة يا سلام لما ربنا يباهي بين الملائكة ده جمال الله جميل والبهاء جمال من الله والملائكة مخلوقات جميلة فشوف الجماليات الجميلة دي يباهي الله بكم ملائكته وأنت صايمين وأرغى الله من أنفسكم خيرا هل ربنا يحتاج إننا إحنا نوريه؟ لا الحبيب المصطفى هنا بيلفت أنظارنا بيلفت انتباهنا عشان نعمل تمام في خلال سهر رمضان الشقي منحور ما فيه رحمة الله أعوذ بالله يا أخي يا أخي ده الشهر فيه رحمة ما لها حد تحمر تحرم نفسك ليه؟ تحرم نفسك من رحمة الله ليه؟ تكون شقي ليه؟ تكتب نفسك شقي ليه بنفسك؟ خليك في الرحمة تجاوب تفاعل في صيامك في صيامك عشان ربنا لما يباهي بك الملائكة تكون في أحسن صورة في أجمل شيء جمال من جمال على جمال ملائكة جمال الله جميل المباهى جمال أنت أعمالك جميلة يعيش في هذا الجمال وانت صائم عشان تكون أهلي ربنا يباهي بك الملائكة فأسأل الله تعالى أن يوفقنا يسدد خطانا إلى صيام يحبه الله ويرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله معنا دائما إن الله معنا دائما صيام غير صيام يا جماعة إحنا في عزة إحنا في أعظم دين الإسلام والله الذي لا إله إلا هو لو وحدنا العقيدة لسدنا العالم لقدنا العالم كله بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تحلم نفسكم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة